ترجمة نانسي قنقر التي تبذلها في هذا الخصوص المملكة العربية السعودية بتوجيهات سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة السعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة السعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وما تبديه المملكة من حرص واهتمام بأمن واستقرار وازدهار اليمن الشقيق وتنوه وزارة الخارجية بالإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كافة مكونات المجتمع اليمني وانتهاء الترتيبات الخاصة بالجانب العسكري مثمنة حرص الأطراف اليمنية على المصالح العليا للجمهورية اليمنية وسعيها لتوحيد الجهود لإعادة الشرعية اليمنية وتحقيق السلم والاستقرار في كافة أرجاء اليمن الشقيق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر